احنا خلاص يعني على أبواب دلوقتي يقل المتحانات دخلين في الجد وخصوصا كمان خلاص أيام مش هنكلم أيام لكن سنوية عامة كمان شهر ستة فدي أهم حاجة اللي بيبقى فيها التركيز والحق وانا وعايزين نعمل مراجع عايزين نعمل تحصيل إزاي أستخدم التكنولوجيا الحديثة في التحصيل إن أنا أساعد ابني إنه هو يعمل عملية التحصيل إنه هو بيذاكر طول السنة وده الوقت اللي احنا بنحصل فيه المجموعة زي ما بيقول يمكن حابدأ كلامي بالكلمة اللي حريك قلتيها إن السنوية العامة قدامها فترة فده بدأ الناس هو هندا حريك بتقولي بدأ القلق والقلق ده من أهم أسباب ضعف التحصيل يعني دول ما يتمعوش مع بعض أو المقلة التحصيل بيقل لأن احنا بنعمل هالة كبيرة للسنوية العامة السنوية العامة هي امتحان زي أي امتحان بس الهالة كبيرة اللي احنا بنعملها والقلق والمنفسة عشان أخش كلية من كليات القمة ده اللي بيعمل توطر كبير والتوتر الكبير ده بيزيل جزء كبير جدا من التحصيل أو بيفقد التحصيل لأن ده بيبقى عنصر مشتت لما نيجي نشوف إيه الأسباب اللي بتأدي إلى نقص التحصيل هنلاقي لازم في أي مشكلة نحط لها الأساس بتاعها علشان نعرف نحلها نوصفها صح نوصفها صح ممكن نلاقي إن المدرسة مش جاذبة ممكن نلاقي إن الأسرة فيها نعمل التفاقق مدرسة مش جاذبة يعني بالنسبة لكل الناس تلهم رينة مدرسة مش جاذبة حاصل المدرسة جاذبة أو مش جاذبة دي ممكن ترجع إلى مدرس مش باسم المدرسة ممكن ترجع إلى مدرس مدرس بيرفع اسم مدرسة فوق مدرس ما بيشرح كويس ودي نقطة ممكن هنتكلم فيها كمان لأن دلوقتي في الفترة القادمة حيرجع تاني إعادة التخطيط والتصميم علشان يرجع المعلم هو القدوة إحنا النهاردة أي حد بيشتغل معلم مش مؤهل مش تربوي فده جزء بيدرس في كالية التربية فلما أجي حط مدرس مش مؤهل تربويا بيفتقر عنده الجزء ممكن يكون جزء آخر جسدي ممكن يكون عنده ضعفة في السمع عنده ضعفة في البصر ده برضو بيؤدي إلى نقص في التحصيل ممكن يكون حاجة أخيرة أن ما عندوش حاجة بيطلع فيها الطاقة حيث أقول أن الحل للحاجات دي كلها يمكن فيه مبادرة بينادي بيها فخامة الرئيس اليومين دول وهي اتلقصت في كلمتين الحوار الحوار المجتمعي طيب ليه ما نبدأش الكلام ده على مرحلة أصغر شوية ونسميها الحوار الأسري الحوار المدرسي لأن طول ما أنا عندي حاجة كبت جوا أو مكتومة فبالي مشغول بذاكر وأنا بفكر في حاجة تانية طب هاستوعب إزاي إذا ما كنتش أنا مركز وقادر أن أنا أذاكر بتركيز وبمخ يعني بيستوعب المعلومة يبقى أنا قاعد قدام الكتاب صورة بعد ساعات ترجمة نانسي قنقر